طيب مين تاني برضو نقوله حاسب من الملح شوية مريض الضغط الضغط والملح متردان تماما ده نقوله برضو حاسب من أكل الأكلات المملحة اللي هي المحفوظة بالتمليح أو بالتدخين أو أو إلى آخره ده برضو نقوله حاسب من هذا الكلام مريض الكلة اللي هو برضو عنده استعداد تكوين المية والحد كلها برضو نقوله حاسب من أكل هذه الوجبات طيب عمانين الكحك والبسكوت هنتكلم في مرضى السكر هنتكلم في مرضى الضغط في مرضى الشرايين لما بنأكل الكحك بكميات كبيرة من ضمن مكونات هذا الكحك أو البسكوت كلها اللي هو وجود الدهون أو السمنة بكميات كبيرة شوية يبقى الناس اللي هما عندهم سمنة أو اللي عندهم مرض السكري أو اللي عنده تصلب شرايين بنقوله ده حاسب أي شوية من أكل الدهون الكميات الكبيرة لأن دي بتترسب في الآخر الدهون المشبعة دي بتترسب في الآخر على جدار الشرايين وبتتصلب وبتتصلب في الشرايين وهما ينتج عنه من بعض المشاكلة يعني زي جات تصلب في الشرايين للقلب بتحدث اللي هو القصور الشرايين التاجية في القلب أو زباحات القلبية لو جات في المخ برضو قصور في الدم الرايح للمخ أو بيبقى السكتة الدماغية لو جات في الأطراف بيحصل اللي هو البداية الغرغرينة والآخره كان خاصة في مرضى السكر بيعندهم بتتصلب في الشرايين الأطراف الحد كلها فدول بنقول لهم حاسب شوية من أكل الكحكم بالكميات الكبيرة في هذا الشأن